أحب أن أوه إلى موضوع معين الناس فهمت هذا المشروع هو طريق تذهب به السيارات والقطارات وتعود به السيارات والقطارات. هو ليس كذلك ليس لا سميته طريق دكتور ناصر؟ ليس سميته طريق التنمية إذا هو مشروع استراتيجي طريق التنمية هو اسم مجازي. لا. هو طريق التنمية هو الطريق إلى التنمية أو طريق التنمية أو نهج التنمية هو المسار نحو التنمية المستدامة. هو عبارة عن مصانع. هو عبارة عن تكامل اقتصادي. هناك مصانع مثل ما وضحت بالبداية. هناك مدن صناعية ضخمة ستكون بجوار ميناء الفاو. هذه المدينة الصناعية الذكية التي نطبح إن شاءها إن شاء الله. ستكون أكبر مدينة صناعية ذكية في الشرق الأوسط. هناك جنب مدينة سكنية كاملة. تخدم العاملين في ميناء الفاو. وتخدم الناس اللي اللي يعملون في هذه المدينة الصناعية. بطاقة سكنية تصل إلى 300 ألف شخص ممكن يسكنون في هذه المنطقة. أيضا تطوير مدينة الفاو القديمة لكي تتماشى مع المشروع. هناك مطار للشحن الجوي. هناك استثمارات كبيرة ستكون في هذه المنطقة. تقريبا شبه جزيرة الفاو ستكون أكبر منطقة استثمارية في الشرق الأوسط. مع ذلك نتجه إلى المحطات التي سيتوقف فيها القطار في 13 محطة في عشرة مدن. جاء على قضية المشاريع بالمنطقة. التلدغة الحقيقة يخاف من جرة الحبل. نتذكر ماذا حصل من تلكه وتأخير ومؤامرات على ميناء الفاو. بيضة عيوني صار ميناء الفاو. هناك طرق أخرى قد طرحت في مرحلة من المراحل. طريق إسرائيل اللي هو طريق السلام اللي طرحته من القارة الهندية. طريق السلام. أي. وعدنا طريق شمال جنوب إيران. هاي أيضا من المشاريع. الآن ستتوقف هذه المشاريع. أم العراق سيتعرض إلى ضغوطات من الدول التي ستتضرر من هذا. الآن المشروعين المنافسين اللي هم شمال جنوب إيراني. ومشروع ما يسمى بالسلام. هذه المشاريع ما ما يفرقها عن مشروع. ماذا يميزها عن مشروعنا؟ أو مشروعنا ماذا يتميز عن هؤلاء المشروعين؟ الآن المشروع الإيراني سواء نبتدأ من جنوب إيران أو من الباكستان أو من أي منطقة في هذه. سيذهب إلى إيران. من ثم سيذهب إلى دول كازاخستان وأذربيجان. من ثم يدخل إلى روسيا. ومن ثم يدخل إلى أوروبا. إذن هم يمرون بأكثر من ممر. بأكثر من دولة. هذه الممرات والدول فيها عقبات. فيها أنظمة سكك. فيها أنظمة التواصل. فيها أنظمة هندسية وتقنية. أنظمة تأمين وأمان. يعني الكثير من المعوقات الموجودة. بالإضافة إلى ملاطق جبلية فيها وعورة العالم. الآن السكك الحديثة لا. الملاطق التي سيمر بها. شوف. السكك الحديثة الإيرانية. نحن نتكلم من منظور اقتصادي. لا نقصد إهانة بلد أو لا. السكك متهرئة كما هي في العراق. يعني السكك حاليا في العراق سكك قديمة متهرئة. لا تصلح للتجارة. الآن السكك الأوروبي. إحنا حتى قطارنا يطلع من الفاو يوصل إلى روتردام أو يوصل إلى هامبورغ أو يوصل إلى أي ميناء أوروبي. يجب أن يذهب مرة واحدة. نحن شو الفائدة أن نوصل إلى الحدود مع فيش خابور ونحمل على عربات أخرى. ما سوينا شيء. فلذلك إحنا اختارينا أنواع سكك تتناسب مع السكك الأوروبية بأحدث مواصفات عالمية وبنفس العرض وبنفس المواصفات وبنفس القياسات. أيضا بنفس الطاقة التحميلية على السكة. تعرف أن كل سكة لها طاقة تحميلية. يوجد سكك تحمل بقياس 25 في قياس 35. نختارينا الأعلى واحد الستين. فلذلك نحن الآن نضمن باستطاعتنا أن نحمل حاويتين فوق بعض على نفس العرب القطار. الآن إيران لو تريد أن تعمل نفس الشيء ستمر بوعورة كبيرة جدا. تعرف إيران هي عبارة عن سلسلة جبلية كبيرة. السكك التي بنيت سابقا بنيت على أساس أن حاجة محلية. الآن ستتحول هذه الحاجة المحلية إلى حاجة دولية. إذن يجب أن تكون سككك مؤهلة لأن تخرج خارج بلادك. أنت لا تضمن البلدان التي ستمر عليها كم ستكلفها. وليس كل البلدان عندها الاستطاعة أن تنشئ. وعندها الموارد أن تنشئ. فلذلك هذا المشروع أعتقد لن ينجح. وبدليل أنه لما الوفد الإيراني كان موجود بالمؤتمر. تناقش معنا تفصيليا كيف يربط سككه القريبة من حدودنا. أو مصانع القريبة من حدودنا في بوشهر وفي عبادان. وفي هذه المناطق بسككنا الموجودة الجديدة التي ستنطلق. هذا من الجانب الإيراني. من الجانب الآخر. أيضا سيمر القطار بمجموعة بلدان. اللي هي عمان والإمارات والسعودية والأردن من ثم ميناء حيفا والانطلاق إلى أوروبا. أعود هنا وأكرر كلمة تحميل وتفريغ وتحميل وتفريغ. هذا لن يخدم العملية لأنها ستكون مكلفة. لأن كل ميناء تحميل وتفريغ يراد لفلوس. وكل ميناء يراد لأنواع من التأمين على البضاعة. وكل ميناء يراد لوقت. وكل ميناء يراد لأ. إذن هناك عملية عملية حسابية. أنه نحن نختصر الوقت ونختصر التكلفة. هم لا تنطبق عليهم هذه المواصفة. لأنه سيمر بأكثر من بلد. وكل بلد يريد له ترانزيت. وكل بلد يريد موارد. فلذلك العملية مكلفة جدا. وليست عملية اقتصادية. اشتركوا في القناة